اهلا فيكم برج الحمل طبعا الطاقات مفتوحة يعني ممكن تنطبق عليك القراعة اكتر من شهر ولكن نحن رح نوجه الطاقة لمدة شهر واحد فرح نشوف شو مستنيك يا برج الحمل القراعة رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج الحمل ممكن تشوف انه بعض الاشياء اللي بحكي عليها او بعض الطاقات يشابها لطاقتك او بتمتبق عليك طيب اول اشي رح نبلش بطاقتك انت لهالشهر رح نشوف شو هي طاقتك انت او برج الحمل انت في حاليا بمطرحة متحس انك بدك تختار او في عندك اشي معين عم تحس انه انت عم تبدل طاقة فيه بزيادة او عم تبدل مجهود فيه بزيادة بعلاقتك الحالية عم تحس انه انت عم تحط مجهود اكتر من الشخص اللي انت عم تتعامل معه مش عم تشوف انه فيه عدل وموازنة بالاخذ والعطى هم تحس انه وصلتي لمرحلة بدك تفكر لانه الوضع مسبب لك اه تشوش عاطفي فوصلت الى مرحلة بدك تفكر اه العلاقة بتستاهل اللي انت عم تحط فيه المجهود اللي انت عم تحط فيه لانه عم شوفك ايضا دفاعي بها الفترة دفاعي كتير وعم شوف انه اه الحكي او المناقشات مع الشخص اللي عم تتعامل معه اه طاقة كتير حادة مع انك فيه مشاعر تجاه الشخص الى انه اه الوضع من الناحية يعني الذهنية او العقلية مسبب لك كتير توتر وبتير شوشرة فانت عم شوفك قاسي باتخاذ القرارات مع هالشخص اه لانه عم شوفك وصلت الى مرحلة بتحس انه فاض فيك الكيل او بتطلعت تتحمل اكتر ايضا بتحس انه القرارات اللي عم تتخذها انت راضي عنها اه انت راضي عنها لانه اه عم تحس انك عم تطلع منتصر من الوضع اللي انت فيه منتصر اه بالعلاقة راضي عن اختياراتك ممكن بالتواصل بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه فيه شوي طاقة تلاعبية او او انت عم تستخدم السلوب معه بالحكي عم يعود اليك بالنتيجة اللي انت بدك اياها يعني عم شوف انت قادر كتير تفهم عقلية الشخص اللي انت معه وبتعرف كتير كيف توصل الى النتيجة اللي انت بدك اياها مع هالشخص يعني برغم انه فيه اه حب ومشاعر بينك وبين هالشخص الى انه انت مثل ما حكيت لك وصلت الى مرحلة بتحس انه انت يعني بطل فيه عندك القدرة تعطي اكتر فوصلت الى مرحلة اختيار اختيار قرارات سايمة بالنسبة لطاقة الشخص اللي عم تتعامل معه طاقة الحبيب طاقة الشريك طاقة الشخص اللي انت عم تفكر فيه عم شوفه عم يحط برسونة معينة او عم يحط ماسك معين بالعلاقة عم يظهر للك بطريقة او بشخصية غير اللي هو يعني غير شخصيته الحقيقية هالشخص اه ممكن عم شوفه كتير متردد كتير متحفض ايضا كتير بيحب يكتم على مشاعره ولكن هو ما عم شوف ميته انه يظلمك او اشي عم شوف انه شوي دفاعي شوي متحفض اكتر من ما هو اغرسيف او اكتر من ما هو هجومي عم شوفه متحفض اكتر على مشاعره يعني ممكن انت تكون طاقتك متهوري اكتر ممكن انت تكون انفعالي اكتر هالشخص عم شوفه مش هيك عم شوفه متحفض اكتر على مشاعره في اشي كتير بدور في راسه بيحب يحكيها ولكن مش عم يحكيها بيشوفك اه هالشخص حاليا محطوط بمطرح فيه امامه عدة اختيارات من الناحية العاطفية بيشوفك على انك امنية وعم شوف انه مشاعره يعني المشاعر الظاهرة اللي عم بيورجيها لالك عكس عكس مشاعره الداخلية وعكس ما يحس فيها الشخص بعقل الباطن لانه بيشوفك امنية بالنسبة لاله ايضا في عنده عرض حب بده يقدملك او في عنده عرض حب بده يحكي فيه لالك او حتى في عنده مشاعر هو متردد جدا انه انه يحكيها لالك لانه بده يظهر بصورة معينة بده يظهر بشخصية معينة هالشخص فعم يبين انه هو متمكن عم يبين انه هو الوضع مش كتير مؤثر فيه ولكن في العقل الباطني عم شوف المشاعر عنده اكتر من عندك عم شوف انت بطاقتك اكتر بطاقتك النارية اكتر وعم شوف هو من جوه ممكن يكون البرج اللي عم تطعنه نوعه برج مائي او في عنده كتير طاقة مائية ولكن عم شوف هو حاليا ممكن انت مركز اكتر على مشاريعك وانجازاتك اكتر من هو عم شوف هو بعقل الباطن كتير مركز على العلاقة اللي بينكم ايضا المشكلة اللي بينكم او واحد من اسباب الخلافات اللي بينكم انه في امور كتير مش عم بتحكو فيها عم تطولوا بالموضوع فيها في اشيه كتير عم تأجله عم تأجله عم تأجله الحديث فيها سبب التأجيل او سبب انه في اشيه كتير مش عم تحكو فيها هي اللي عم تأدي الى مشاكل بينكم بالتواصل لانه في طرف منكم عم يحس بكسرت قلب يعني في حدا منكم اه مجروح وايضا اه من الاسباب اللي ممكن تكون في بينكم فيها خلافات اسباب مادية او مش بالضرورة مادية ممكن تكون اسباب في عدم القدرة على الالتزام من طرف معين ممكن انت ممكن هو ولكن فيه شخص ما عنده القدرة على الالتزام عم يماطل عم يماطل عم يعني عم يجر الموضوع اكتر مما هو مستاهل ف عم شوف انه يعني البدايات بينكم اذا للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص الاشي اللي مسبب مشكلة حاليا انه ما في بدايات جديدة بينك وبينه يعني انت بدك بداية جديدة وهالشخص بده بداية جديدة ولكن ما فيه اي اي خطوة تتخذوها لانه انتو الاثنين يعني كل واحد يعني كل واحد يعني كل واحد عم يحاول يمشي كلمته او بده هو يكون الشخصية الاقوى بها العلاقة ففيه بينكم شوي صراع على السلطة بصراحة يعني انت بتحب انه كلمتك تكون مسموعة وايضا هالشخص بحب انه كلمته هو ايضا تكون مسموعة بالنسبة لخطوتك انت في المستقبل او شو اللي مخطط له انت عم شوفك مركز كتير على جسمك ايضا يعني ممكن فيه اشي عم تفكر تغيرها ممكن تغير داية طريقة اكلك ممكن تتبع حمية غذائية جديدة اشي بيتعلق بجسدك عم شوف ايضا مركز انت كتير على مشروع انت باشونت فيه او فيه عندك شغف لهالمشروع اللي عم تشتغل عليه ايضا بتفكيرك او بخطوتك للمستقبل عم تفكر باشيه فيها اه النوع من الالتزام او نوع من الارتباط عم شوفك عم تبحث على ارتباطه على او وضع موزون يعني البعض منكم برج الحمل بده يستقر شوف انه بدك تستقر ايضا بما يخص العلاقة وبما يخص الشخص عم شوف انك رح تاخد موقف حيادي اكتر بمعنى انك مش رح تحكي فيه اشيه رح يكون بدك تتهوي او بدك تحكيها ولكن عم شوفك مش رح تحكي في المستقبل رح تحاول تكون متحفظ اكتر مشوف ايضا رح تكون اكتر او رح تكون اجتماعي اكتر بدك تطلع مع يعني مع اصدقائك او بدك تكون شخصية اجتماعية ما عم شوفك منعزل بخططك القادمة رح تكون منعزل او رح تكون منطوي على حالك عم شوفك رح تكون شخص اجتماعي اكتر بالنسبة بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه عم شوفو اكتر في رحلة بحث عن الذات discover your life purpose بدو يكتشف هالشخص شو هدفه من الحياة يعني فيه امور هالشخص حاليا عم يفكر فيها اللي هي شو هدفه من الحياة روحانيات ورح تعلق اكتر هو عم شوفك انت مركز على امور ارضية على شغلك على عملك عم شوفه هو اكتر مركز على امور روحانية اكتر هلا هاي الكرت الوحيدة اللي اطلع مقلوب عندي ف The Chariot The Chariot هاي بورقة تقدم تحرك الى الامام بس بما انه اجت مقلوبة عم شوف انه الشخص حاليا ما في عنده او خططه القادمة ما رح يكون فيها تحرك كتير الى الامام عم شوفه عم يمر بالتغيرات جذرية تغيرات داخلية ولكن التغيرات هي الاشي الوحيدة اللي رح تعود عليه بالرضى النفسي او بالرضى الذاتي لانه فيه امور ما بتوقع هالعلاقة ممكن تحلها او التواصل اللي بينك وبينه ممكن يحلها لانه فيه اسئلة شخص اللي عم يسألها بتطلب انه يفوت جوه حاله يسأل يسأل حاله هو شو بده الى الامام لانه مبين انه هو ما في عنده خطة او ما في عنده خط مرسوم الى الامام في عنده كتير بارانوية كتير مخاوف داخلية كتير شكوك ممكن بيكون بيشك فيك بيشك بالعلاقة بيخاف من طبيعة العلاقة انه ما تنجح في عنده كتير مخاوف داخلية هالشخص لازم يشتغل عليها همشوفه ايضا عم مستني لخبر منك خطته يعني بالمستقبل في عنده مستني الى رسالة او خبر معين هالشخص بيجوز مستني خبر منك لانه ما عم شوف انه طاقته يعني عم يتحرك او عم يمشي الى الامام عم شوف انه هو في رحلة بحث يعني على الروحانيات وايضا ما في تقدم عنده الى الامام في عنده تغيرات الجذرية رح تصير وعن يستنى الى خبر معين او رسالة معينة لانه نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل شو رح يكون وضعها مبين الانجذاب الجسدي بينكم كتير عالي ممكن انت او ممكن الشخص اللى عم تتعامل معه جسديا منجذب اليك كتير بطريقة كتير عالية يعني ولكن لسه في مخاوف لسه في طرف منكم في المستقبل رح يكون لسه خايف ومتردد او متخوف بمستقبل العلاقة ام شوف ولكن بينكم لانه The Star عندك هالكرت اجا مرتين هون وهون فعم شوف انه الامور اول اشي رح تتغير بينكم في المستقبل لانه عندك Wheel of Fortune وهي بتحكي عن تغيرات دائما مستمرة فالوضع اللى انتو فيه رح يتغير اذا وضعك منيح مع الشريك او مع الحبيب اللى عم تتعامل معه حاليا بدك تنتبه من الامور انه تتغير تحاول تكون مرن قدر المستطع والبعض منكم اللى مش عم يحكي مع الشخص او مع الحبيب الامور رح تتغير هون رح يصير فيه حكي لانه فيه عندك Page of Cups ايضا عرض حب وعندك The World Card ايضا يعني فيه رح يصير اكتمال دورة بينك وبين هالشخص او اكتمال كارما او العجلة اللى بينكم رح يصير فيه توضيح لامور كتير عديدة بينكم هالشخص بيشوفك امنية فيه ولكن شوي من المخاوف رح تكون بينكم ولكن همشوف الغالبية انت يا برج الحمل هون يعني طاقتك الغالبية انه انت ممكن هالشخص يرجع للك لانه بيشوفك على انك comfort zone او مطرح الراحة او بيحس انه بيحس بالامان العاطفي معك هالشخص فعمشوف انه ازا للبعض منكم ازا فكر يرجع لك هالشخص انت رح تقدم له نوع من مثل الايد المفتوحة او رح تاخد هالشخص بالحضن يعني و رح تتقبل منه لانه امشوف ايضا انه هو بيشوفك العالم يعني بيشوف انه انه ممكن تقدم له كل اشي هو بيريد وايضا عندك page of cups مثل ما حكينا المفتوحة ففيه تغيرات رح تصير بالمستقبل يعني طاقة المشتركة بينlarını انهم طاقة كتير ايجابية عمشوف انت وضعك احسن طاقتك احسن بمعنا انه انك تتحرك السرع من هالشخص امشوف هالشخص طاقته شوي بطيقه يعني حتى خطوته بالمستقبل ما فيها كتير تحرك أو تقدم إلى الأمام ولكن الطاقة المشتركة بينكم الأوضاع بالتأكيد رح تتغير بينكم أوكي حباي ببرج الحمل بتمنى القراءة تكون عجبتكم وفادتكم إذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفك في فيديو قادم شكرا